أثناء منا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع خلية العمل التي تم تشكيلها بناء على تكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة وإدارة أزمة وفاة عدد من الحجاج المصريين وفي مستهل الاجتماع أعرب مدبولي عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا من الحجاج المتوفين مؤكدا للتزام بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المحزن وخلال الاجتماع تم استعراض التقرير الصادري عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة والذي أشار إلى أن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية وأثبت التقرير أنه تم رصد 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية ولم تقدم أي خدمات للحجاج ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات وإحالة المسؤولين إلى نيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة إلى 43 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الإصابات وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن جيش الاحتلال قصف عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في أحياء غزة مضيفا أن طائرات الاحتلال الحربية دمرت بنايات سكنية في مخيم الشاطئ وحي التفاع وحي الشجاعية وحي الزيتون وحي الدرج بمدينة غزة أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانوال ماكهان سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني غدا الاثنين لمناقشة الوضع في غزة خلال مأدبة غداء وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أن زعيمي البلدين سيتناولان الضرورة الملحة للغاية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخير والذي يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات بكمية كبيرة بشكل عاجل كما سيتم التطرق إلى إيصال المساعدات الإنسانية بكمية كبيرة إلى سكان غزة في إطار استمرار عمليات التعاون القائمة بالفعل تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مدينتي تل أبيب وقيسرية للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين تنياهو وإبرام صفقة تبادل للأسرة أوضحت صحيفة يدعوت أحرانوت العبرية أن المتظاهرين طلبوا بإجراء انتخابات مبكرة وشيرة إلى أن مظاهرة تل أبيب هي الأكبر في المدينة منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي القدس تظاهر ألاف الإسرائيليين عند ساحة باريس وسط المدينة ضمن فعاليات المظاهرات المطالبة بإبرام الصفقة أعلنت قوات الحوثي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع مجموعات مسلحة في العراق استهدفت أربع صفن في ميناء حيفا وذكر المتحدث باسم قوات الحوثي أنه تم استهداف السفينة شور ثورن الإكسبرس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو منها حوالي 700 في خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد ودعا زيلانسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها دون تأخير للتمكن من تحقيق الاتفاقيات التي توصل إليها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا قصفت مبنى سكنيا في مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا ما أوقع ثلاثة قتلى وعشرات المصابين وعلنت أن نيابة العامة الإقليمية إصابة 52 شخصا بجروح جراء الضربات من بينهم ثلاثة فتيا وكان الحاكم الإقليمي قد أشار في وقت سابق إلا أن أطباء يحاولون إنقاذ حياة أربعة مصابين هم امرأتان ورجلان حالتهم حريقة كما نشر صورا لنوافذ مشتعلة وسيارات وحافلات نقل صغيرة مدمرة من جراء الضربة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر